السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة هعمل معاكم وصفة بسيطة جدا خطواتها بسيطة هنعمل مع بعض اللحمة في الكيس الحراري بطريقة سهلة جدا وبسيطة فلو اول مرة بتشوفوا قناتي يريد ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة وكمان لايك للفيديو ده انا هنا معايا لحمة لحمة متقطعة قطعة عادية ومعايا كمان بطاطس ومعايا بقى الخضار آآ طماطم وبصل وفلفلة وعندي التوابل بقى ملحة وفلفل وكمون وشطة وبابريكا طبعا احنا ممكن نستخدم اي خضار في الوصفة دي لكن انا هحط بطاطس بس هجيب بقى الطبق كده وابتقى احط فيه بقى المكونات بقى الوصفة بتاعتنا اول حاجة كده هحط اللحمة في الطبق آآ طبعا اللحمة ما بتتغسلش هي بتشطف بس شطفة كده بسيطة وبعد كده بقى هبتقى اقطع الخضار هبتقى دلوقتي اقطع الطماطم طبعا اي تقطيع عنده بتفضلوها يعني مش يعني تقطيع مش مهم يعني اي حاجة اقطعه اي حاجان وبعد كده بقى هبتقى اقطع البصل بتاعي واي تقطيع يعني البصل بس ياريت يعني يكون الخضار ما تقطع قطع كبيرة ما تكونش شرح رفيعه واي تقطع كمان الفلافلة كده معايا دلوقتي بقى هبتقى اقطع البطاطس هعملوه كده مكعبات قطع كبيرة يعني آآ ما تكونش قطعة صغيرة علشان آآ ما يتهرش معي وانا بسوي اللحمة واصلا تسوية للكيس الحراري بتبقى حلوة جدا وتبقى مظبوطة الخضار بياخد السوا بتاعه واللحمة بتاخد آآ او الفراخ بتاخد السوا بتاع هقطع بقى كل كمية البطاطس هنا بقى نقطعت الخضار كله على اللحمة آآ دلوقتي بقى هبدأ حط التوابل اللي معايا كلها هنزل كل التوابل كده على اللحمة والخضار وهحط كمان شوية من الزيت آآ كده على اللحمة والخضار كده طبعا احنا ممكن نستخدم اي نوع خضار احنا بنحبه يعني بسلة اي نوع اي نوع لكن انا يعني استخدمت البطاطس بس بقلب كده اللحمة كويس جدا مع الخضار والتوابل كده نقلبت اللحمة كويس قوي انا جايبه بقى الاكيس الحراري هبدأ انزل بقى الخليط بتاع اللحمة والخضار ده في الكيس الحراري انا هنا بقى هحط اللحمة بقى والخضار بتاعك كده في الكيس الحراري انا هنا بقى حطت البصل واللحمة كده في الكيس الحراري قلاص دلوقتي بقى هبدأ اربطه طبعا الكيس الحراري بيجي معاك كده حاجة بتربط به انا هنا هنقل الكيس الحراري كده في صنية علشان ادخله الفرن بجيب بقى الكيس الحراري دوت طبعا وبخرومه كده كزا خرم كده معايا انا بقصوم كده بالمقص ممكن عادي تشك عادي كده بالسكين وبجيب بقى مية سخنة بحطها في الصنية طبعا لازم ان تكون مية مغلية يعني من مية سخنة جامد حطها بقى في الفرن تستوى ودلوقتي بقى هعمل شوية كده من الرز بالشعرية انا هنا طبعا بحمر الشعرية وبعد ما الشعرية بتتحمر بنزل عليها الرز المخسول انا طبعا كنت غسلة الرز ومصفية بقلب بقى الرز كده مع الشعرية بحط بقى معلقة من الملح وبعد كده بقى ببدأ ازود المية بتاعت الرز هسيب بقى الرز يستوى على النار واول ما الرز يشرب المية بتاعته كده هوضع عليه النار واسيبه يستوى على النار انا هنا اللحمة آآ كانت استوت انا بفتح عليها كده لقيتها خلاص استوت كمان اللحمة تحمرت انا هنا بقى بفضي اللحمة كده من الكسر حالي كده في البايركس طبعا يعني هي سخنة جدا بس بجد الوصفة دي جميلة جدا اللحمة كانت طعمها جميل وطبعا التدبيلة يعني هي مش توابل كتيرة بس التوابل دي كانت حلوة جدا مع اللحمة وكمان هنا رز خلاص استوى دلوقتي بقى هروح بقى ايه احضر الاكل بتاعي اقدمه شايفين بقى الدخان طالع ازاي من اللحمة اللحمة جات مستوية وجميلة جدا معايا وعلى فكرة البطاطس مش مهري خالص البطاطس السوا بتاعه جميل جدا شوفوا اللحمة طرية خلص ازاي وكمان البطاطس شوفوا البطاطس على فكرة شوفوا ما هوش مهري ولا حاجة البطاطس لسه ماسك نفسه دي كانت وصفة النهاردة وصفة اللحمة في الكسر حراري عملناها مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة ياريت كده تقربوها وتقولوا رأيكم فيها ولو اول مرة بتشوفوا قناتي ياريت ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة وكمان لايك للفيديو ده اشتركوا في القناة